فادي السؤال هنا اللي احنا كلنا نسأله ليه البطولة دي بطولة معفرطة ليه البطولة دي بطولة تحس ان هي انت بتتفرج على الماتش وكل التوقعات كل التحليلات بتاعة الخبراء الرياضيين اللي هم عنده كلها تقريبا زهبت سوداء ايه اللي حصل خلانا نقول ان الفرق الافريقية اللي احنا كنا بنسميه فرق افريقية صغيرة او متوسطة اشتغلت على نفسها كتير او الفترة اللي فاتت وده اللي خلانا نشوف فرق زي الرأس الاخضر زي ما كان محمد بيقول فرق زي انجولا فرق زي مالي فرق كتير او اشتغلت على نفسها الوقت اللي فات فرقة الرأس الاخضر او كاب فيردي احنا كنا نسمع انها امتى يمكن اول مرة نسمع انها كان قرويا في 2013 اعتاقل وقبل كده ما كنا نسمع اوى عن ممتخب كاب فيردي او اصلا دولة اسمها كاب فيردي هم اعضاء مشروع من عشر سنين بالضبط الناس اشتغلت على مشروع من اول الاكاديميات والاطفال والشباب والنشئين الصغيرين مرورا بكل حاجة تخص كرة القدم اولا كل مسؤول فعلا بيشوف شغله كويس او في المكان اللي هو موجود فيه اشتغلوا بضمير في كل نقطة بيشتغلوا فيها اشتغلوا على الشباب والاكاديميات فعلا مفيش اختيارات لها محسوبية او او مفروض اخد من نادي ونادي لأ مفيش خالص الكلام ده هنبص على منتخب مع الوقت ابتدى يتطور ده انا بالنسبة لي هو المنتخب المفاجئة السنة دي هو منتخب كاب فيردي حقيقي ومن اكتر المنتخبات اللي استمتعت فعلا بالكرة وانا بتفرج عليها وده ظهر قوي قدام منتخبنا في المباراة اللي لعبناهم كان فيه لعيبة تاخد الكرة والتعدي من واحد ومن اثنين وثلاثة وكاننا باللعب منتخب البرزيل الناس اشتغلت على العقلية بشكل كبير قوي مش بس المهارة بس انت طبعا عارف ان السكواد اللي لعبنا ده مش السكواد الاساسي اه لحسن تكون فاكر ان هو السكواد لا يحسن تسعيل في المنه سبع لعيب سبع لعيب مقامل استخدام ده لدكة المدلاء يعني بالضبط اه لحسن نكون فاكرين ان احنا نتفضل ما نزل عشان نزل فعلا اشتغلت ان يكون عندهم كمان سكواد كامل مش بس 11 لعب اللي بيلعبوا في الملعب وده شفنا ان لما نزل سبع تامل لعيبة من الدكة الاحتياطي عندهم 25 لعيب محترف محترف البروجيكت بتاعهم المشروع بتاعهم النتيجة بتاعته 25 لعيب محترف او اعتقد 26 اللجوم لعبه في الكان 23 24 لعيب حقا كده تريبا ترجمة نانسي قنقر